السلام عليكم وزيكم يا شباب يارب تكونوا جميعا بخير كلكم وفي احسن حال نهاردة ان شاء الله او الفيديو ده بإذن الله احنا اتكلم فيه على الميديسنال هيربز وده يمكن تاني جزء هنتكلم فيه في الكورس بتاعنا عن الفرماكاجنزي بعد الجزء بتاع الليفز هنفهم الاول يعني ايه كلمة هيرب وبعد كده نبتدي ان شاء الله نشتغل بعض الامثلة على الهيربز اللي هي على خير بإذن الله تعالوا نبتدي المحاضرة بتاعيتنا على خير يا رب طبعا مهم قوي في الاول نفهم الفرق بين كلمة هيرب وبين كلمة ليف ويمكن اكيد اتكلمنا على الهيرب دي في العملي فانتوا عندكوا فكرة شوية يعني ايه كلمة هيرب تعالوا نشوف اول حاجة الهيرب هو عبارة عن تندر بورت اوف دي بلانت اكسس يعني هو الجزء العلوي من النبات والغالبا الجزء ده بيكون فيه اللييفز الفلاورز الفروتز ولكن عندي شرط مهم جدا عشان اقول على النبات بتاعي انه هو هيرب او عشبي انه اولا ما يكونش عنده ودي ستم يعني ما يكونش الستام بتاعه ودي متكون من خشب يكون جرين اريال بورت عادي جدا تمام الحاجة التانية انه يكون النبات ده انيوال بلانت يعني يعني بيعيش لمدة سنة بعد السنة دي بيحصل له فروتينك بعد الفروتز ما بتتكون وتقع يبتدي النبات ده يموت وبالتالي الجزء العلوي اللي انت شايفه كل ده العشبي ده بيبتدي يموت نقول عليها ويفضل بس جزء الرودز اللي موجود تحت الارض هو ده لبييكون النبات الجديد في السنة الجديدة وهكذا يبقى دي بنسميها هيربز وعندي شرط مهم جدا عشان اقول ان في الصناعة او في الاندستري هو الهرب انه يكون مستخدم اكتر من حاجة يعني ما مفيحش استخدم الليف بسأقول ان ده هيرب او استخدم الفروت بس وأقول ان ده هيرب لازم حكون مستخدم الليف مع الفلاور الليف مع الفلاور والفروت الليف مع اللستم وهكذا يبقى ده شرط مهم جدا عشان اقول ان انا عندي ايه medicinal herb هو ال plant part اللي انا هستخدمه ويمكن عندنا امثلة كتيرة جدا على موضوع ال herbs دي طبعا عادة ال herbs عموما الاعشاب بتكون مش طويلة مش نباتات كبيرة ضخمة عملاقة زي الشجر او غيره لا بتكون نباتات قصيرة جدا من قولها اسمه short shrubs كده ما بتنموش كتير فوق سطح الارض يعني تمام كده وعادة لما بنيجي نستخدمها ممكن نستخدم في بعض الاحيان ال whole area port يعني كل الجزء العلوي ده من النبات فيه الفلاور بالفروت بتاعته بالاستام بكل حاجة زي في حالة اللوبيلية كده مثلا في بعض الاحيان التانية لا بنستخدم ال leaves بس مع الفلاورز فبنستخدم الجزء العلوي من ال area port اللي هو بيبقى فيه الفلاور بتاعته تمام في بعض الاحيان التانية لا بنستخدم ال entire plant body كله على بعضه سواء نتيجة انها ثلوفايس نباتات اولية ما لهالشكل محدد فبنستخدمها كلها على بعضها زي ما اخدنا في الترم الاول الثلوفايس او اللي هي الارجوت مثلا والالجي والحاجات دي كلها او ان انا هستخدم النبات كله على بعضه including roots في بعض الاحيان لان انتيجة ان المادة الفعالة متوزعة فيه كله ده سيم يعني كلها زي بعضها فبستخدم النبات كله على بعضه وخلاص وزي ما قلتلكوا بيكون short ايه شراب بيكون نبات قصير او صغير فبتالي ممكن نستخدمه على بعضه من غير ايه مشكلة تمام؟ ده ده فكرة الميديسنال هيربز عموما تعالوا بقى نشوف المثال اللي نبتدي نتكلم عليه النهاردة في المحاطر النبات اللي نتكلم عليه دلوقتي تبع مجموعة الهيربز اسمه الفينكا او برضو من احد الاسماء المشهورة او بالنسبة لنا فيه هو البروينكل وبرضو النبات ده من الحاجات في اكتر من فرماكوبية موجود في فرماكوبيات كتير جد تعالوا نشوف اهمية النبات ده ايه الفينكا من المعروف ان ليها تلاتة سبيشيز تلاتة سبيشيز مختلفين عندنا حاجة اسمها الجريتير بريوينكل عندنا حاجة اسمها الماجاسكر بريوينكل وعندنا حاجة اسمها اللاسر او الكومن بريوينكل لو جينا بصينا على الجريتير بريوينكل لها اسم تاني بنسميها سعات الفينكا ميجر تمام؟ وده برضو الجينس والسبيشيز بتوحها الجينس دايما هو الفينكا والسبيشيز ميجر الكومن او اللاسر بريوينكل دي بنسميها الاسم العلمي بتاعها فينكا ماينر الاسم العلمي بتاعها هو الفينكا روزيا يبقى الاسماء اللي موجودة على الصور هنا دي هي دي الاسماء العلمية أما الاسماء اللي موجودة في الدواير دي هي تعتبر الاسماء اللي هي الكمون نيمس تمام؟ طبعا النباتات دي التلاتة سبيشيز دول كانوا بيستخدموا من قديم الأزل في سواء في الصين أو في الهند في عمليات كتير جدا وفي أمراض مختلفة يعني مثلا لو جينا بصينا على البروينكل ده كان من الحاجات اللي كانت بتستخدم كتير جدا في عملية تريتمينت أوف مينوريجيا بنقول عليها اللي هي المشاكل المتعلقة بالنزيف نتيجة الطمث بعد كده كمان كانت بتستخدم في بعض التريتمينت البواسير مثلا نعم دلوقتي ما بقيتش بتستخدم خالص يبقى دي كانت استخداماتها ميلي في زمان تراديشنال ميديس نزي ما قلنا أو الطب التقليدي بتاع زمان بعد كده اللي فضل بيستخدم من زمان لغاية دلوقتي هما الفينكا ماينور والفينكا روزيا اللي هي الكمون أو الاسر بريوينكل والمتجاسكر بريوينكل ولكن على فكرة استخداماتهم زمان غير استخداماتهم دلوقتي برضو فمحتاجين ان احنا نشوف الفرق ايه فحلاقي مثلا ان زمان كان الاسر أو الكمون بريوينكل ده كان بيستخدم ميلي في كتينكتشر كده حاجات توبيكالي بتتحط لعلاج الهيموريتش اللي هو النزيف تمام كده اما المتجاسكر بريوينكل اللي هو الفينكا روزيا كان بيستخدم ميلي في فاسكك مختلفة اهمها يمكن الديابيتس او علاج السكر كان بيستخدم برضو في علاج بعض المنستر والديزوردرز مشاكل الطمس زي ما قلنا بيستخدم زي الجريتير برضو كان بيستخدم في بعض الديزنتري اللي هي الديارية اللي بيكون سببها اميبة او غيره وكان بيستخدم برضو في بعض البرباريشنز لعلاج التوث ايكس او الامراء الالام بتاعت الاسنان دي كانت تقريبا الحاجات الاستخدامات الاساسية بالنسبة لنا في الفينكا روزيا بقى كل الاستخدامات لنا بقولها دي استخدامات قديمة سواء الفينكا ميجر او الفينكا ماينور او الفينكا روزيا وعلى فكرة ولا استخدام من اللي انا قلته هو دل الموجود دلوقتي او المتاح دلوقتي في الاستخدامات الحديثة هنشوف دلوقتي بنستخدم الاتنين دول في ايه الفينكا ماينور والفينكا روزيا طبعا زي ما قلنا الجريتير بيروينكل او الفينكا ميجر ما بقيتش بتستخدم دلوقتي نادرا اوي لما بتستخدم اول نوع من الفينكا نتكلم عليها هي الالم lead or common premunkel نحن قلنا لإسم العلمي وبتاحها هو يمكن أن النبات ده اما بيستخدمش دلوقتي طبعاً النوعية دي من النباتات بنستخدم الوسط ونرى الوسط هnicαι another herb غالباً يكون النبات كله على بعضه هي تكون ولكن اللي يهمني هنا ان احنا في الحالة بتاعتنا ما نستخدمش النبات اما اadin Naomi بنعمل ايه في حالة الفينكا ماينور؟ بنفصل من النبات ده مركب معين المركب ده اسمه الفينكا مين ويمكن من اسمه واضح قوي انه هو اخر اي ان اي بدا الكالويد يعني نيتروجينس كونفاوند الكالي لاي كل البروبرز اللي اخدنا في الالكالويد الموجودة فيه والفينكا مين ده مركب مهم جدا لانه عنده قدرة حلوة قوي على انه يزود السريبرال سيركوليشن يعني ايه زود السريبرال سيركوليشن يعني يزود البلاد فلورن رايح للبريين وده افكت شبه شوية اللي كان بيحصل في الجينكو بس الجينكو كان بيعمل ايه الجينكو عشان كده انا خليت الجينكو اجلته ان احنا نتكلم عليه هنا عشان نقدر نقارن الاتنين ببعض ما اتكلمش عني المحاضرة اللي فاتت لان احنا هنا بنقول ان ده تمام مش بس كده ده بيزود كمان قدرة الbrain cells او الخلايا بتاعة الbrain على انها تستغل الاكسوجن اللي جاي لها بنقول انها بيزود يعني دلوقتي الbrain cells عشان يشتغل بشكل كويس محتاجة حاجتين مهمين جداً محتاجة أكسجن ومحتاجة جلوكوس فالاتنين دول بيجوا لها عن طريق البلاط تمام؟ وبالتالي ممكن جداً أن البلاط يكون رايح بشكل كويس للبراين سالس ولكن الخلايا ضعيفة جداً وتعبانة جداً مش قادرة أنها تستخدم الأكسجن اللي جاي لها بشكل حلو وبالتالي هنا ده بيجي دور الفينكامين الفينكامين مش بس بيزود البلاط فلول رايح للبراين بما فيه من أكسجن وجلوكوس لا ده كمان بيزود قدرة النيورونال سالس بتاعت البراين على أنها تستغل الأكسجن اللي جاي لها وتستخدمه بشكل كويس وبالتالي ده بيحسن البراين فونكشنز عموماً وبيعالج مجموعة من السريبرال ديزوردرز أو المشاكل أو الأمراض المتعلقة بالمخ اللي هي بيكون سببها في الكبار السن عادةً هو السريبروفاسكولر انسوفيشنسي يعني فكرة عدم قدرة البلاط فاسلز بتاعت البراين على أنها بتوصل الدم بشكل كويس فبيحصل قصور في الأوعية الدموية اللي موجودة في السريبرال سيركوليشن وبالتالي وظائف الخلايا كلها بتاعت البراين بتبتدي يحصل لها ديتريوريشن ووظائف البراين كلها بيحصل لها مشاكل عشان كده تلاقي دايماً كبار السن بيمشوا دايماً على الأكسيبرول ده بشكل حتى مانتننس يعني نوع من أنواع الوقاية كده لأن ده بيحسن الدورة الدموية اللي رايحها للبراين بشكل كبير وبيزاوه بيحسن قدرة الخلايا بتاعت البراين على أنها تستغل الأكسيجن اللي جاي لها وبتالي البراين فونكشنز عموماً بتبتدي تتحسن اللي هي أوتوماتيك أو طبيعي بتقل جداً مع السن مع كبر السن خلاص واضح؟ فده دواء من الحاجات المهمة جداً وبنستخدم فيه الفينكا مين وده مادة الكالويد بيطلع من الفينكا إيه ماينر الحاجة الثانية اللي عايز أكلمكم عليها هي الماتجاسكر بريوينكل الماتجاسكر بريوينكل اللي احنا قلنا عليها اسمها الفينكا روزيا هنا برضو بنستخدم النبات كله على بعضه ولكن النبات هنا بنستخدمه كله على بعضه عشان نطلع منه حاجات معينة إيه نفس فكرة الفينكا مين بالظبط عشان كده احنا حطينا الفينكا تحت الهيربس لأن أنا في الفينكا أنا مش بستخدم الفلاور بس مش بستخدم اللييف بس مش بستخدم الاستام بس لا ده أنا بستخدم الهول بلانت أول مرة نقول الكلمة دي يعني حتى في الاسترامونيام والبلادونة كنا بيقول بنستخدم الليفز ومعها مثلا الفلاورين طبس إنما هنا أنا بستخدم الهول بلانت ومعنى كلمة هول بلانت يعني أنا بستخدم الليف والفلاور والروت والاستام كل حاجة حتى الروتز اللي تحت الأرض أنا بستخدم فهمتوا الهول بلانت اللي نبات كله على بعض وده معناه إن نسب المادة الفعالة اللي عندي هنا متوزعة في النبات كله على بعضه بشكل متساوي عشان كده أنا بستخدمش جزء واسيب جزء لا أنا بستخدم النبات كله لأن المواد الفعالة اللي موجودة عندي موجودة في النبات كله بنفس النسب خلاص النبات هنا هتلاحظوا أن له اسمين علميين ودي أول مرة تحصل أن احنا نشوف أن النبات ممكن يكون اسمه فينكا روزيا واللي اكتشف أو سمى النبات بالاسم ده هو لينيس أو بنسميه ساعة كاثرانسس روزيس واللي اكتشف أو سمى النبات بالاسم ده هو جيدون إزاي بقى حصلت الحكاية دي الحكاية دي حصلت لسبب بسيط جدا أن النبات ده إحنا قلنا أنهو بيرينيال هيرب يعني بيرينيال هيرب يعني بيعيش أكتر من سنتين نباتات معمرة بنقول عليه عادة النباتات أغلبيتها بتبقى أنيول أنيول يعني بتعيش سنة واحدة وتموت أو بينيال يعني بتعيش سنتين وتموت أما فيه بعض النباتات بنوع عليها نباتات معمرة بتبقى بيرينيال بيرينيال يعني بتقدر أنها تعيش أكتر من سنتين بنوع عليها بيرينيال خلاص أخدناها يمكن في البوتاني قبل كتسا خلاص تمام P-R-E-N-I-A-L طيب إيه اللي بيحصل عندي بقى هنا بالنسبة للفينكا اللي بيحصل عندي في الفينكا هنا إن إحنا بنستخدم أو بيبقى والنبات يونج لسه في سن صغير عمره صغير ما إحنا قلنا أنه معمر بقى بيعيز سنين كتير فهو في سن الصغير بيبقى الورد بتاعه أو الفلاورز بتاعته بتكون لونها أبيض خلاص فاللي حصل إن تعرف اللينيس عليها على إنها فينكا روزيا أو سماها فينكا روزيا وبعدين نباتت في السن أكبر شوية بتبتدي لون بتاع الفلاور نفسه يتغير زي ما نشوفين كده يبقى لون فيلت بيربل كده حلو قوي فاللي حصل برضو إن نتعرف عليها ساعتها الراجل اللي هو جي دون ده وسمها كاثرانسيس روزيس فبقى عندي اسمين مختلفين لكن الاسمين دول لنفس النبات النبات هو هو دي إيه بتاع وهو هو وبالتالي هو هو نفس لإيه النبات بالضبط ولكن فضلوا الاسمين موجودين بنقدر إن إحنا نعرف النبات بهم طبعا استخدامات النبات ده في زي ما قلت لكم أنا كنت قلتها من شوية ممكن نستخدمه في ممكن نستخدمه في بعض أمراض الأسنان اللي هي الألام الأسناني يعني وباستخدمه في بعد المشاكل متعلقة بال أو بالطنف برضو في الضيابيتس أو السكر تمام كده؟ بس كل الاستخدامات دي مش هي الاستخدامات اللي أنا باستخدمه بيها دلوقتي في وقتنا الحالي دلوقتي أنا بجيب النبات ده باستخدمه كله على بعضه كده واستخلص منه مجموعة من الألكالويتز اللي موجودة فيه تعالوا نتكلم عليها عندنا في عندنا عدد كبير جدا من الألكالويتز ممكن يوصل لغاية 100 ألكالويتز وبما إن دايما نقول للطلبة إن النبات لما يكون مركبات كتير قوي يبتدي نسب المركبات دي تقل يعني الكميات بتاعتها كل واحد تبقى قليلة بعكس لما يكون النبات مركز إنه بيكون مركب معين بيكونه ساعتها بنسبة عالية فهنا هو بيكون 100 ألكالويتز فطبيعي إن نسب الألكالويتز دي هتكون موجودة بكميات صغيرة جدا جدا جوه النبات خلاص كده ولكن بعد دراسات طويلة جدا اكتشفنا إن عندنا 2 ألكالويتز مهمين جدا اسمهم الفينبلاستن والفينكريستن دول أشهر 2 ألكالويتز موجودين عندنا جوه الفينك من المية دول فينبلاستن وفينكريست ودول اللي وبصرنا على الكيميكال استروقتشور بتاحهم هم ألكالويتز وبالتالي طبيعي جدا أننا حلاقي فيهم نايترويجن لازم حشوف النايترويجنز موجود ولكن أنا عندي هنا نوع من الألكالويت مهمة قوي اسمه اندول ألكالويت يعني النايترويجن بتاعتي موجودة جوه حاجة اسمها اندول رينج يعني إندول رينج يعني two rings رينج منهم بتكون بنزين رينج ورينج التانية بتكون five-membered ring بنوعها إيميدازول إيميدازول يعني five-membered ring وفيها نايتروجين بالشكل ده فأنا عندي إيميدازول وبنزين اللي اتنين فيوزد مع بعض فعملين رينج على بعضها الرينج دي بنسميها إندول والإندول دي ترقيمها بيبتدي من النايتروجين زي ما تشايفين كده 2-3 وبعدين هنا 4-5-6-7 عادة الإندول لازم يكون عندي double bond ما بين كاربون 2 وكاربون 3 بالشكل ده فاللي حاصل هنا إن أنا عندي في الفين بلاستين والفين كريستين والكالويز المهمين اللي إحنا عايزين نتكلم عليهم دول عندي إندول طيب ولكن الإندول ده بنوعي diimeric إندول يعني دايمرك يعني عندي 2-units زي ما أخدنا بلكده في البيفلفونويدز هنا برضو عندي 2-units من الإندول ولكن عشان نقولها ساينتيفيكة لمزبوطة اليونت الأولانية بتكون إندول واليونت التانية بتكون إندولين يعني إندولين إندولين يعني double bond اللي موجودة ما بين 2-3 دي ما بقتش موجودة خلاص حصل saturation في الـ position ده ما بقتش موجود بقى عندي إتشات موجودة على كاربون 2 وكاربون 3 بدلها وما بقاش عندي unsaturation هنا أو ما بقاش عندي double bond موجودة هنا فأنا مستنتج كده إن المركب بتاعي هيكون عبارة عن جزئين جزء إندول وجزء إندولين وطبعا شوية substitution كتير جدا لو بصينا طبقنا الكلام ده مثلا على الـ finplastin هنا هنلاقي أدي يونت أهي موجودة أهي عبارة عن بنزين والـ 5-membered اللي فيها الـ nitrogen والـ double bond اللي موجودة ما بين 2-3 أهي فده كده إندول اليونت التانية أهي بنزين وبرضو 5-membered فيها nitrogen ولكن مفيش double bond ما بين 2-3 في المكان ده خلاص هنا مفيش double bond خلاص واضح إنما هنا كان فيه double bond وبالتالي دي كده إندولين ودي كده إندول واللاتنين فعلا مسكين مع بعض في مركب واحد ولكن عندي بقى substitution كتير جدا زي ما أنتوا شايفين كل ده عبارة عن substitution موجود على الـ basic nucleus دي اللي هي الـ diimeric alcaloid of the indole indolein group فهمنا؟ سعب بنقول عليه bis-indole alcaloid bis-indole يعني اتنين اندول اتنين اندول مسكين مع بعض بس هي في الحقيقة واحدة اندول وواحدة إيه وواحدة اندولين تمام؟ ونفس الكلام هن عندي نفس الكلام ادي الـ indolein اهي ودي الـ indolein اهي واضح؟ تمام؟ يارب تكون كده الدنيا وضحت بالنسبة لنا طبعا احنا ببنحفص الـ structures ولكن مهم عندي تبقى عارف الـ chemical class بتاعت الـ venca أو الـ venblastin والvencreastin ايه alcaloids تمام؟ تعالوا نشوف استخدامات الحاجات دي ايه طبعا عندنا مجموعة تانية من الـ alcaloids احنا قلنا ان احنا عندنا 100 alcaloids فعنا متوقع مثلا تلاقي عندك الـ alcaloids زي الفندولين والكاثرانثين دول اصلا النبات بيستغلهم انه يكون منهم بعد كده الـ venblastin يعني دول بيكونوا مركبات structure بتاعها simpler شوية او ابسط شوية واعدين النبات بعد كده يبتدي يكون منهم هما دول pre-cursor pre-cursor يعني المادة اللي يكون منها النبات بعد كده المركبات الكبيرة دي اللي هي الـ venblastin والـ ven-acrystin تمام كده؟ واضح؟ ده تقريبا الجزء اللي انا عايزكوا تعرفوه هنا احنا بقى المركبات دي بعد ما فصلناها من الـ vencarousia او الكاثرانثيس روزيس لقينا ليها فايدة كبيرة جدا لدرجة انحنا بنعتبرها life saving drugs زيها زي دي جوكسن بالزبط ولكن في اتجاه مختلف تعالوا بقى نشوف سوا الـ venblastin من الحاجات اللي بتستخدم هو الـ vencrystin كanti-cancer agents مشهورة جدا جدا في السوق تمام؟ ويمكن الـ venblastin هو الـ vencrystin alcaloids وبالتالي هما bases alkali تمام؟ ليهم alkali light character وبالتالي مهم جدا نبقى عارفين انه طالما الـ alcaloids نقدر نفعله مع acid ونكون السولت والسولت ده بيكون بيدوف مية اما الـ alcaloids الـ basal اللي هي الفري دي بتكون بتدوف organic solvents طب انا في الصناعة وفي الفرماسيوتيك الاندستري محتاج اي اكتر؟ محتاج ان انا لو حدي الحاجة injection انها تكون water soluble فبالتالي لازم تكون as salt فعشان كده هنا اللي بيحصل ان كل اللي موجود في السوق بيكون عبارة عن vinplastin sulfate او vencrystin sulfate فكده انا جبت الالكالويد الـ basic وفعلته مع acid فكون السولت اللي هو السولت ايه؟ salt فهمتوا زي؟ والسولفيت سولت ده طبعا بيدوف في المية بشكل كبير جدا وبالتالي بقدر اديه as IV injection عشان كده المستحضرات بتاعت الاتنين دول بتكون IV injections او intravenously ولكن السبب مش ان انا ان هما بحاولهم لسولت السبب ان المركبات دي اصلا لما بتتاخد اورلي الabsorption بتاعها ضعيف جدا بيحصل لها activation وبالتالي ما بتديش الـ effect اللي احنا عايزين فما ينفع شدي الpatients الحاجات دي في صورة tablets او capsules لازم اديها في صورة injections عشان كده لازم احضرها في صورة salt زي ما انتوا شايفين خلاص طيب النقطة التانية اللي عايز اكلمكم عليها ان الفين بلاستن باستخدمه في انواع معينة من الـ cancers والفين كريستن باستخدمه في انواع تانية من الـ cancers ومهم اوي يا شباب هنا نفهم مصطلح مهم اوي ان كل دواء عندنا في السوق مش بس دول اي دواء تاني بنقول ان هو احيانا بيكون first line treatment في علاق حاجة معينة يعني ايه first line treatment يعني لو البيشنت تجاله الحاجة المعينة دي disease المعين ده يبقى احسن دواء ياخده هو الدواء الفلاني ده اللي هو اسمه first line treatment فهمتوا ده الخط الاول للعلاق فهنا في الحالة بتاعتنا بنقول ان الـ first line treatment في علاق حاجة مهمة جدا اسمها Hodgkin's disease بالاضافة لكده هو بيستخدم في علاق حاجات تانية ولكن مش first line treatment فيها فهمنا يبقى لو لو patient جاله حاجة اسمها Hodgkin's disease في الحالة دي حيروح يستخدم الفنبلستن على طول في بعض انواع الكانسرز التانية ممكن يستخدم فيها وممكن يستخدم حاجات تانية تعالوا نفهم الاول يعني ايه كلمة Hodgkin's disease Hodgkin's disease هو عبارة عن نوع من الكانسرز بييجي في خلايا جوه جسمنا اسمها lymphocytes وطبعا اكيد انتم عارفين lymphocytes دي بتكون خلايا موجودة في الدم بتاعنا ولكنها هي خلايا تبع هي كل دورها خلايا مناعية كل دورها انها تعمل وتحافز على الدم بتاعنا انه يكون كويس وتعمل اللي موجودة ممكن تكون موجودة فيه توديها للمفاتيك سيستم عشان يتخلص منها او الجهاز اللينفاوي عشان يتخلص منها فالليمفوسايتس دي دورها مهم جدا في بتاعتنا والإميون بتاعنا فاللي بيحصل ان بعض البيشنز بيجي لهم كانسر في الخلايا دي الكانسر ده بنسميه لينفوما اوما يعني كانسر ولمف اللي هي اللينفوسايتس فبنقول لينفوما لينفوما يعني كانسر فين في اللينفوسايتس اللينفوما انواع كتير جدا ليه لان اللينفوسايتس دي بتكون موجودة في أماكن مختلفة جوا جسمنا في جزء بيتكون في بيبقى موجود في الاسبلين في الطحال في جزء بيكون موجود في اللينف نودز في جزء بيكون موجود في البون مارو موجود في أماكن كتيرة جدا وبالتالي لو الكانسر موجود مثلا في اللينفوسايتس اللي موجودة في اللينف نودز ساعتها هسميه هودجيكنز ديزيز لو موجودة في أماكن تانية هيكون لها مثلا اسم تاني بنسميها لينفوسيتك لينفوما يبقى مهمة قوي نيبقى فاهمين بأن الهودجيكنز ديزيز هو عبارة عن كانسر في اللينفوسايتس بس اللينفوسايتس دي موجودة فين؟ في اللينف نودز عشدة قده س lameناه هوودجيكنز إيه ديزيز كتير من أنواع الليمفوماس دي اللي هي الكنسر بيجي فيها في اللينفوسايتس بتتقلب بعد كده أو بيجي للبيشنت بعدها على طول بلد كانسر البلد كانسر يعني كانسر في الدم بنسميه لوكيميا يبقى اللوكيميا هي عبارة عن البلود كانسر يبقى البلود كانسر غالبا في كتير من الأحيان بتحصل كنتيجة لحدوث كانسر في الليمفوسايتس اللي موجودة في البلود أساسا فبالتالي بينتج عنها على طول بلود إيه كانسر ولكن الهوضجيكينزيز من الأنواع الأقليلة اللي ما بتعملش بلود كانسر في كتير من الأحيان يعني بيكون الأساس فيها أنها إيه أنها في الليمفو نودز أو في الليمفوسايتس بتاعت الليمفو نودز وخلاص تمام؟ يبقى كده احنا عرفنا معلومتين المعلومة الاولانية ان الفينبلاستين بينفع في حالات اللينفوماز عموما اللينفوماز عموما بانواعها بينفع فيه ولكن هو الفيرست لاين تريتمينت في علاج الهودجيكنز ديزيز اللي هي اللينفومة اللي بتحصل فيه اللينفوسايتس بتاعة اللينفئي نوتس واضح؟ ادي اللينفوسيتيك لينفومة دي الانواع التانية اللي يبنوا عليها ساعات نون هودجيكنز يعني بتحصل في الليمفوسايتس اللي موجودة في أماكن تانية من الجسم مش موجودة في الليمف إيه نوت بجانب كده بنلاقي إن الفينبلاستين بينفع قوي في بعض أنواع الكانسر اللي بتكون resistant للأثر ثيرابيس يعني مثلا عندي بعض أنواع البريست كانسر ما بتستجبش لأي علاق ففي الحالة دي ممكن أدي الفينبلاستين يدي إفاكت معها شوي عندي مثلا بعض أنواع التستيكولر كانسر اللي هو الكانسر بيحصل في التاستس نفس الكلام برضو بعض أنواع الأدفانسد منه برضو ممكن ندي فيها فينبلاستين فيه برضو عندي بعض أنواع الكانسر اللي بتحصل في البلاسنتا برضو ممكن ندي فيها فينبلاستين يبقى دي كده الحاجات الأبليكيشن اللي ممكن إن إحنا نستخدم فيها الفينبلاستين في مريض الكانسر يبقى مش أي مريض كانسر وخلاص لازم أنواع معينة من الكانسر هي دي اللي بتدي معه الفينبلاستين وعلى فكرة كل الانتي كانسر دراجز كده ما فيش حاجة اسمها الدراج بيدي مع كل انواع الكانسر في كل نوع له الفيرست لاين تريتمينت بتاعه نيجي بقى للفين كريستن الفين كريستن البوتنسي بتاعته احسن كتير من الفين بلاستن يعني قوته الاكتيفتي بتاعته على الكانسر بتكون افضل بكتير وعشان كده هو بيستخدم فرينجز مختلفة من الدزيز الشوية هو الفيرست لاين تريتمينت في علاج حاجة اسمها اللوكيميا اللي هي البلود كانسر يبقى احنا لو بتكلمك على لينفومة فانت حتقول لي فين بلاستن لنما لو بتكلمك على لوكيميا فانت حتقول لي فين كريستن وهو بيمركز اوي في نوع معين من اللوكيميا اسمه الأكيوت لوكيميا اللي موجودة في الاتشيلدرن بتيجي في الاطفال هو الفيرست لاين تريتمينت فيه يبقى انا كتبولك بالاحمر ده دايما هو الفيرست لاين ايه تريتمينت تمام؟ ولكن الفين كريستن برضو بينفع في كتير من الكمبيينيشن ثيرابي يعني إيه لكومبيونيشن ثيرابي؟ يعني يبديه مع أدوية تانية أو مع علاجات تانية برضو كأنتي كانسر إيجنز في علاج بعض أنواع الكنسرز اللي هي زي إيه؟ زي الهودجيكنز يعني أنا ممكن أحطه مع فين بلاستن واستخدمه في علاج الهودجيكنز الاتنين مع بعض تمام؟ لأنه هو الفين كريستن مش هو الفيرسلين تريتمين في علاج الهودجيكنز إنما لو حطيته مع الفين بلاستن ممكن جدا أنه يعالج الهودجيكنز بشكل كبير باستخدمه في بعض أنواع الكنسر اللي بتيجي في البرين بتيجي في المسلز بنوع عليها المايوبلازم بتيجي في النورف بنوع عليها النيوبلازم بتيجي في الكيدنيز اللي هي زي مثلا الكيدنيز اللي هي من أشارها طبعا الكيدني تيومر اللي بيجي في الشيلدرن بنسميه ولمز تيومر خلاص كده تقريبا دي كده الحاجات اللي أنا عايزكم يعني تعرفوها في الجزء ده مفيش حاجة تانية قوي مهم قوي نبقى فاهمين معلش هم أنواع كتير فمهم قوي تبع عارف كل نوع أو كل دواء منهم الفين بلاستن بيعالج ايه والفين كريستن بيعالج ايه خلاص كده طيب في بقى نقطة صغيرة أنا عايز أكلمكم عليها أخيرة إن المجموعة دي من المركبات آه جميلة جدا إنها ليها أنتي كانسر إفكت واضح جدا وقوي جدا ولكن عندنا مشكلة صغيرة إن المركبات دي مش صغيرة طبعا مشكلة يعني مهمة جدا أو مشكلتين بالنسبة للنوعية دي من المركبات المشكلة الأولانية إن المركبات دي بتكون نيورو تاكسيك جدا نيورو تاكسيك يعني فيه توكسيستي على النيورونز على الخلال العصبية بتاعتنا وعلى الأعصاب بتاعتنا فيبتدي البيشنت بعد فترة من استخدامه للأدوية دي يبتدي يشتكي مثلا من تريمرز تريمرز يعني رعشة رعشة جمدة جدا في إيده ممكن يبتدي يشتكي من مشاكل في الأعصاب ألام في الأعصاب شديدة جدا وبالتالي لنتيجة النيرو تاكسيستي بتاعت المركبات دي خلاص كده دي مشكلة المشكلة التانية إن المركبات دي بتتعطى والبيشنت لازم بيمشي على جرعة واحدة أسبوعيا زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي وبالتالي هو مطلوب منه أنه كل أسبوع لازم ينزل يدور على حد يديله والايفين تعرفين مش أي حد بيديه يعني وبيبعملية مؤلمة جدا للبيشنت حتى أكتر من الانترا ماسكولر تمام كده وبعض البيشنت بتحتاج أنها تركب كانيولا بحيث أنها تقدر تدي نفسها في البيت على طول الدواء بسهولة من خلال كانيولا دي خش على الفين على طول وبالتالي عملية مسهلة بنسبة للبيشنت الأفضل للبيشنت هو نياخد أدوية زي دي أورالي صح كده فبالتالي بدأ الناس تتفكر أن إحنا زي نطور المركبات دي نحاول أن إحنا نقلل النيوروتوكسيستي بتاعتها شوية وكمان نحسن الروتوف أدبانستريشن بدل ما هو انترا فينس لأن نخليها بتتاخد أورال وظهر من خلال الأفورت دي أجموعة من العلماء ما شاء الله عليهم يعني كامست عملوا تغييرها بسيطة جدا في الفين بلاستن ده الستركتر بتاع الفين بلاستن هم كل اللي هم عملوه عملوه تغييرة حلوة قوي في الفين بلاستركتر بتاعه هي تبان تغييرة بسيطة جدا ولكنها فرقت جدا في الباترن اللي أنا بقول لكم عليه تعالوا نشوف جم على الفين بلاستن وراحوا عاملين تغييرة في المكان اللي هو الدبل بوند اللي موجودة هنا دي راحوا شايلينها وراحوا شايلين الماثل جروب اللي موجودة هنا دي شايفنا راحوا شايلوا الاتنين دول طبعا ده بعد محاولات كتير جدا انا مجبوش الحكاية دي بالصدفة كده لا ده بعد محاولات كتير جدا درسوا كل دور كل مجموعة من دول في الاكتيفتي لو دي تشالت اللي يحصل لو دي تشالت اللي يحصل لو البنزينة دي تشالت او الرينج دي تشالت اللي يحصل فدرسوا كل جروب موجودة فلاقوا ان احنا لو شلنا بس الدبل بوند دي وشلنا الماثل دي فاحنا قدرنا نوصل لمركب جديد اسمه فينور البين الفاينور البين ده نعتبره سيمي ثنثاتيك لانه هو في الاساس هو فين بلاستن ولكن احنا شلنا منه الدبل بوند وشلنا منه الماثل جروب عملنا تعيدلات بسيطة احنا جدا وبتالي مركب ده مش موجود في الفينكا لا احنا بنعمله صناعيا من الفين بلاستن عش كده سميناه سيمي ثنثاتيك سيمي يعني بين البنين كده ولا هو ناتشورل ولا هو ايه ولا هو سيمي ثنثاتيك هو حاجة بين البنين خلاص كده الفاينور البين ده مستو في ايه بقى اولا انه نيورو تكسيستي بتاعته كتأقل بكتير جدا يعني ما فيش منه نيورو تكسيستي تسكر نيورو تكسيستي أقل بكتير ستيل موجودة ولكن أقل بكتير من الفين بلاستن والفين كريستن الحاجة التانية ان احنا لقينا كمان ان الروتو في ادمنستريشن بتاعه ينفع يتعطى أورالي يعني بيدي بنقدر نديه أورالي وبيدي افكت كويس جدا مش بس اي في ودي ميزة كبيرة جدا 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 احنا بندور عليها فدول المستين اللي احنا لديه وبالاضافة لكده كمان ان اللي بقى له برودر سبكترم اف اكتيفتي يعني ايه برودر سبكترم اف اكتيفتي يعني بيدي مع انواع مختلفة من الكنسر مش بس الانواع اللي مذكورة قدامنا دي حصل تنوع في الافكت بتاعه بقى بيشتغل على انواع اكتر من الكنسر والاكتيفتي بتاعته اتحسنت فانا كده عملت حاجات كتير جدا يبقى انا مهم عندي قوي ان انا ممكن اجيب لك ستروكترز ده وانت تقول لي ايه التعديلات اللي اتعملت عشان نوصل للفينور البين انا الكلام ده مش كاتبه لازم تبقى انت امتابعه معايا وعارفه ان احنا بنشيل الدبل بوند دي وبنشيل الماثل جروب اللي موجودة هنا دي وبالتالي بيانتج عندي مركب جديد اللي هو الفينور البين سمي ثنتاتيك الفينور البين ده نيورو تكسيستي بتاعته قليلة اورالي اكتف وفي نفس الوقت له برودر سبكترم او في ايه او في اكتيفتي او في انتي كانسر افكت يارب كده تكون الدنيا واضحة البرباريشنز اللي موجودة عندنا في السوق بالنسبة لي الفينكا او بالنسبة للفينكامين والفينبلاستين والفينكريستين زي ما قلتلكم لو هم بنستخدمهم كده من غير ما نعمل لهم السيمي ثنتاتيك برودكت اللي هو الفينور البين فاحنا نستخدمهم في صورة صالفيت اي في انجيكشن بيتعطى مرة في الاسبوع تمام طبعا الجرعات بتختلف الجرعة في حالة الفينبلاستين بتبقى 0.01 جرام تمام اسبوعيا ودي جرعة كبيرة شوية اما الفينكريستين بما انه بوتنت اكتر طبيعي لما الدوا يبقى بوتنت اكتر الجرعة بتاعته تقل فبتالي هنا فعلا بنستخدم 25-150 مايكرو جرام بس ده بير كي جي بادي ويت يعني كل كي جي من البادي ويت او كل كيلو جرام من البادي ويت بندي الجرعة دي فجرعة دي هتتضرب في وزنة الاي البيشن تأكيد يعني خلاص تمام طبعا دي اسامي كتيرة جدا ما تحفظوهاش انما دي اسامي اسماء برودكس كتيرة موجودة في السوق المصري فيها يئمة الفينكريستين يئمة فيها الفينكريستين ايه صالفيت بعضهم بيكون باساميهم زي هنا كده اسمه قريب اللي هو الفينكريستين ده او في الباستين هنا باسمه فينكريستين واضح وصريح وممكن باسماء تانية مختلفة جينيريكس ايه مختلفة من نفس النوع ده طبعا الادوية دي بتكون غالية جدا وعمم معظم ادوية الانكولوجي اللي بتستخدم في علاج الكنسر بتكون غالية جدا المثال اللي هناخده مجموعة اسمها السولانيشيس هيربس السولانيشيس هيربس زي ما انتم شايفين كده من الاسم هي متكونة من اكتر من نبات بيكون عندي اربع نباتات النباتات دي مهمة جدا من ناحية المدسن باستثناء ايه ممكن اخر واحد هنتكلم عليه هو اسمه اليوروبيان هنبين ولكن الاربع نباتات دول بيشتركوا مع بعض في بعض الخصائص نتيجة انهم موجودين في فياميلي واحدة اسمها فياميلي سولانيسي تعالوا نشوف الجانيرال الكاركترس بتاعت السولانيشيس هيربس بتكون ايه عندنا اربعة كاركترز اساسيين موجودين في كل المامبرس بتاعت الفاميلي دي اول حاجة به missile 300 منهم مامبرس أو 3 تالتة كاركترس بيكونوا حاجات مايكروسكوبائكال يعني مثلا باقولك ان كلهم فيهم هير اسمها الجلاندولر كلافيت هير الجلاندولر كلافيت هير دي بيكون عندها يوني سيلولر ستوك قصير جدا وسعب بيبقى طويل شوية وعندها مالتي سيلولر كلاب شايفد هاد بالشكل ده شايفين الهاد بتقسمها العدد من الخلايا وبتكون مالتي سيلولر دايما نقول الطلبة عاملة زي بالأيس كريم تمام بقولة الأيس كريم كده فده بالنسبة للايه ليه الجزء ده الحاجة التانية ان فيها دايما انيزوستيك استومتا انيزوستيك استومتا اللي هي استومتا ولازم واحدة من الخلايا دي تكون اصغر من الايه من الباقيين وده اللي حاصل معنا كل الفاميلي دي فيها انيزوستيك استومتا الحاجة التالتة اني دايما بيكون فيها الفين ايلتس او الفراجمنس في داميزوفيل بيكون فيها كالسيوم اوكزاليتي بقى الكالسيوم اوكزاليتي هنا يعني كامون جدا في كل الميمبرز بتاعت الفاميلي سولانيسي بشكل اشكله بقى المختلفة في بعض الأحيان نلاقيه كلاسترز في بعض الأحيان نلاقيه ايديو بلاست في بعض الأحيان نلاقيه بريزمز حسب بقى لإيه النبات موجود فيه ايه الحاجة الاخيرة الكيميكالي بقى السولانيشيس هيربز دي كلها بيكون فيها مجموعة من المركبات بنسميها تروبين الكالوز ويمكن كلمة تروبين الكالوز دي مهمة جدا الكالوز يعني نايتروجينس يعني فيها نايتروجين وكلمة تروبين معناها ان النايتروجين دي جوه رينج واسمى الرينج دي لتو رينج عشو كده بقول عليها نايتروجينس باي سايكلك رينج ازاي ادي نايتروجين موجودة جوه رينججة هي رينجج كبيرة تمام مترقامه من واحد لسبعة خلاص وهيه النايتروجين بتاخد رقم تمانية وفي نفس الوقت النايتروجين دي اسمى الرينج لتو رينجز ادي رينججة هي جوه واحد تمانية خمسة ستة سبعة ورينجة تانية ليها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فهي كده اسمت الرينج من جوه لتو ايه لتو رينجز فهي تروبين نيوكليس طبعا دي مش بس مش كل الستراكتر ده جزء من الستراكتر بتاع الايه التروبين الكالويس بيبقى فيه طبعا استر عامل استر جروب زي ما هنشوف في سيدة بضنده او 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 مع الكل وبيكون عندي تروبك اسد فهي عندي كده قصة ايه قصة شوية هنشوفها في الستراكتر فيه السلايدز اللي جايه طيب لو جينا بقى نقارل ما بين ال cierto بلانس اللي موجودين عندي فيه السولانيسي او سولانيشي هيربس هنلاقي عندي اربع نباتات اساسية موجودة السترامونيوم والبيلادونة والايجبشيان هنبين والايروبيان هنبين هم هنجدون اربع نباتات تعالوا نقارل ما بينهم الاول من ناحية البيتانيكال جيد هنلاقي ايه هنلاقي ان بالنسبة لي الاسترامونيوم اول حاجة طبعا والبيلادونة اللي تيم بيستخدم منهم الليفز مع الفلاورينج توبس يبقى هنا بنستخدم الليف وكمان معها الفلاور خلاص وطبعا الكونديشن بتاعتها بتكون درويد الاسم العلمي طبعا للسترامونيوم بنقول عليها داتورا استرامونيوم الاسم العلمي للبلدونة بنقول عليها أتروبا بلدونة ويمكن داتورا استرامونيوم دي اللي هي جاي منها الاسم العربي الاسم العربي بتاعها اسمه نباتة داتورا تمام وطبعا الفاميلي سولانيسي طبعا هنا مطلوب من هنا نعرف معلش السينتيفك تورم هنا أو الأسماء بتاعة الإي نباتات بتاعة السولانيسي بالذاتية خلاص طبعا الداتورة والتاني بنسميه Deadly Night A Shade أرضه ده من أسماءه التانية للبلدون خلاص طيب إيه المواد الفعالة اللي عندي هنا بيقولك أن البوتانيكا الأورجين بيقول أنها تشوت كونتين نوت مور ذان ثري برسنت أو إتس لارجر ستمس وضوض حاوي من البلانت بورتيوز لأننا مستخدم الليف والفلاورين طبس مش مستخدم الستمس وبالتالي استمس تبقى موجودة بنسبة محدودة لأن نسبة الألكالويز فيها قليلة جدا الحاجة التانية أن نخلي بالك المادة الفعالة لازم تكون مش أقل من ربع في المئة من التوتال ألكالويز وبنحسبها على مركب معين اسمه الهايوسيامين هو ده الألكالويز الأساسي اللي بيطلع من النباتات دي خلاص تعالوا نشوف بقى الإيجيبشين هايوسايمس أو الإيجيبشين همبين واليوروبيان همبين هلأي أن الإيجيبشين واليوروبيان همبين ساعد بنسميهم إيجيبشين هايوسايمس وإيوروبيان هايوسايمس والأسامي كده واضحة إن النبات ده الأورجن بتاعه أكتر مصر وإن النبات ده الأورجن بتاعه أكتر أوروبا تمام كده هللاحظ إن النباتين بنستخدم فيهم الليفز with or without the flowering tops يعني معنى الكلام ده إن مش شرط إن أنا نستخدم الفلاورز هنا وبتالي أنا لو في حالة الهايوسايمس استخدمت الليفز بس يبقى أنا كده أقدر أعتبر الهايوسايمس ده تحت مين الليفز تبع الليفز إنما لو استخدمت الليفز مع الفلاورينغ طبس فالمفروض كده إن الهايوسايمس يعتبر تحت الهيربز فهو حاجة بين البنين لأن الفرماكوبية بتقول لك ممكن تستخدم الهايوسايمس لوحدها وممكن تستخدم الليفز ومعها الفلاورينغ طبس ده مش بس كده في حالة اليوروبيان همبين قالت لك ممكن كمان تستخدم الهيه الفروز خلاص؟ طيب الكونديشن برضو درويت عندنا طبعا الإيجيبشين همبين بنسميه اليوروبيان بنسميه الهايوسايمس ميوتيكس ده الإسم العلمي بتاعه واليوروبيان همبين بنسميه الهايوسايمس نايجر ده الإسم العلمي بتاعه برضو فاميلي إيه سولانيسي طيب تعالوا نشوف المواد الفعالة هنلاقي إن المفروض ما يكونش فيها أقل من 0.8% من التوتال الكالويتس كالكوليتد أز إيه أز هيوسيامين والمفروض إن ما يكونش فيها أكتر من 45% من الاستامز هتلاحظوا نسبة الاستامز هنا عالية وده نتيجة إنه فيه الكالويتس بنسبة أكبر شوية هنا في حالة الهايوسايمس مقارنة باللي كان موجود في حالة البلدونة وفي حالة الإيه الاستراموني فأنت ممكن تعتبد عليها برضو في الشغل معك بس المهم إن نسبتها ما تزدش عن 45 إيه في المية خلاص ده بالنسبة للبوتانيكا الأورجن تعالوا بقى نشوف الفروقات ما بينهم وبين بعض من ناحية الماكروسكوبيكال ومن ناحية المايكروسكوبيكال ايه اول حاجة لو بصينا على الشكل بتاع النبات نفسه من بره فهتلاقي ثلاث حاجات بتفرق لك بين النباتات وبعضها اول حاجة شكل الليف شكل الفلاور شكل الفروت لو بصينا على الليف هتلاقي إن الاستراموني بتكون تريانجولر أوفيت وبتكون المارجن بتاحها زي ما انتوا شايفين هنا بنلاقيها برودلي أوفيت في حالة البلدونة واضحة جدا والمارجن بتاحها واضح جدا فالفروقات بينهم كبيرة قوي البيز بتكون اسيماتريك في الاتنين تمام اسيماتريك بيز والايبكس في الاتنين بتكون اكيومينات ايبكس يبقى ده بالنسبة للايه للفروقات ما بينهم بمن بعضها من ناحية الليف طب من ناحية الفروت فيه فرق كبير جدا الاسترامونيام بتكون ثورني كابسول كابسولة كده مليانة سيدز ومقفولة وعليها من بره سباينز أو شوك زي ما انتوا شايفين كده هنا بتكون عاملة زي الشاري عاملة زي الكرز بنوع عليها بلاك ايه بلاك باري أو بيربلش تمام كده عاملة زي الكرز بالزبط اما الفلاور بتكون يلو شويت في حالة الاسترامونيوم وفي حالة البلدونة بتكون ريديش بيربل يبقى فيه فرق كبير قوي في اللون ما بين الايه اللي اتنين يبقى فيه فروقات كبيرة ما بين الاسترامونيوم والبلدونة من خلال كل الأورجنز بتاعته طب لو شفنا الايجيبشين والايروبيان بقى ايه همبين هنلاقي بالنسبة للأيجيبشين همبين والايروبيان همبين الفروقات ما بينهم وبين بعض من ناحية اللييفز ما بتبقاش كبيرة قوي والاتنين بيكونوا رومبويدل انشيب رومبويدل انشيب يعني عاملين شكل معين شوية وبيكون مميز قوي المارجن بتاحهم انه فيه عدد معين من التيث بنقول عليها اكيوت تيث عاملة زي السنان كده بتبقى من اتنين لخمسة تمام في اللييف كلها خلاص واضحة جدا هتلاحظوا ان ما فيش فرقة قوي ما بين الايجيبشين وما بين الايروبيان همبين في الشكل بتيوليت لييف عادة يمكن في الايروبيان شوية بتكون سيصايل اكتر كمان بيكون اكيومينات ايبكس بتاحها والبيس بتكون سيماتريك بيس فالفروقات بتاعتهم مش كبيرة قوي من ناحية اللييف انما ممكن تفرعهم عن بعض كويس جدا من خلال الفلاور الفلاور بتاعت الايجيبشين بتكون لونها ديب بيربل شايفين الكورولا عاملة ازاي اما بتاعت الايروبيان واضحة جدا بتكون يالو with purple veins يعني يالو هي الاصل فيها ان لونها يالو بس فيها خطوط لونها purple اما الفروت في الحالتين بتكون شبه بعض بتكون عاملة زي الكاس كده بنسميها البيكسز يبقى كده عارفنا ازاي بنفرق من ناحية الماكروسكوبيكال كاراكترز ما بين الايجيبشين والايروبيان ايه همبين ويمكن احنا عايزين اهتمة قوي بالنقطة دي لان الايروبيان يعتبر ادالترنت للايجيبشين الايجيبشين دايما في نسب مواد فعالة اكتر ودايما هو اللي بنستخدمه في الادوية اما الايروبيان بتكون نسب المواد الفعالة فيه اقل بكتير فبيعتبر ادالترنت للايجيبشين ايه همبين فمهم قوي نعمل الاثنتيكيشن بتاحهم صح ويمكن مرضو شوفنا حتة الاثنتيكيشن دي لما كنا بنتكلم على الوايت وريد سكويل ان مهم قوي يتفرق الاتنين دول عن بعض لان لو الاتنين فرطوا منك هيبقى الريد سكويل ده فيري توكسيك وبتاني يعمل لك مشاكل كبيرة قوي لو جينا بقى نبص على المايكروسكوبيك الكاركترس يمكن اهم حاجة تفرق لك ما بين التلات نباتات او الاربع نباتات هو الفين ايلت اللي هي الفراجمنس احنا قلنا ان دايما بيكون فيها كونتنت من الكالسيوم اجزاليت حسب بقى شكل الكالسيوم اجزاليت والارينجو منت بتاعه بتقدر تعرف النبات بتاعك لو عندك كلاسترز او كالسيوم اجزاليت يبقى المفروض ان انت عندك بالشكل ده شايفين ورد كده صغير مترتب جوه الخلايا بتاعة زي ما انتو شايفين كده او لو عندك اديو بلاست يعني خلايا معينة بيكون لونها اسود كده نتيجة ان فيها ساندي كريستل زوفكالسيوم اجزاليت يبقى دي في الحالة دي يبقى ان انا عنديه باللادون او زي ما حنشوف كمان شوية في حالة الهمبين عموما سواء الايجيبشيان او الايروبيان بيكون الفين ايلت بتاعتي فيها ممكن تكون سينجل وممكن تكون عاملة اتنيات مع بعض تمام كده بس معنى الكلام ده ان الفين ايلت ما بتفرق ليش ما بين الايجيبشيان وما بين الايروبيان محتاج حاجة تانية يتفرق لي بينهم وبين بعض طيب هل في فرقات تانية ما بين الاسترامونيوم والبلادون عشان نخلص الاسلايد دي في فرق مهم اوي في الهير احنا عندنا كده كده فيهم هما الاتنين فيه انيزوستيك استومتا وفيه الكلافيت جلاندولر هير زي ما احنا قلنا قبل كده انما هللاحظ ان الاسترامونيوم فيها هير مميزة اوي اسمها نانجلاندولر هير ودي بتكون منتي سيلولر بتتكون من اثنين لأربع خلايا وبتكون عادة أربع خلايا يعني وبتكون كفرد وث وورتي كيوتيكل يعني بيكون السورفز بتاعها لو بسيت عليه تحت الالكتروم مايكروسكوب تحيس انهم حبح بكده فيه نقط خشن بتعرفين الكيوتيكل ده طبقة عاملة زي الشمع كده بتكون موجودة على الول بتاع الهير من بر اما في حالة البلدونة بيكون عندي نفس الهير دي بس ممكن مشوفش فيها الالارجد بيز بشكل كبير ومشوفش فيها كمان الورتي كيوتيكل بتكون وث سموث كيوتيكل وممكن في حالة البلدونة تكون الهير اطول شوية بتتكون من عدد خلايا اكبر من اثنين لست خلايا هنا المكسيمم بيكون اربع خلايا يبقى ده فرق بين الاثنين من ناحية الهير غير طبعا الفرق الواضح قوي بتاع الايه الفين ايلت طب تعالوا بقى نشوف اين يفرق لي الاجيبشن هنبين والايروبيان هنبين عن بعض احنا قلنا هما بيتفرقوا عن هنا بوجود البرزمز وفكالسيا موكزاليت هنما تعالوا نشوف بقى ازاي نفرقهم عن بعض هنلاقي ان احنا هنا دايما بيكون عندنا حاجة مميزة جدا وهي البرانشت جلاندولر هير البرانشت جلاندولر هير دي زي البصمة كده او الفينجر برينت بالنسبة للنباتة المصري اللي هو الايجيبشن هايوسايمس مش موجودة غير فيه فالايجيبشن هايوسايمس دايما هيكون عنده البرانشت جلاندولر هير اللي هي عندها مالتي سيلولر ستوك متقسم لتو برانشت يعني نقدر نعتبره بايس ريت ما هو مصصفين هو صف واحد ولكنه ايه متقسم لتو برانشت وفي نهاية التو برانشت دول بيكون عندي يوني سيلولر هاد في كل واحد فعمل واي شيب كده شكلها مميز قوي دي اول ما بتشوفها بتعرف ان ده النباتة المصري النباتة الاوروبي لو الايوروبيان همبين ما بيكونش فيه البرانشت هير دي بتكون الهير صف واحد بس يعني الاستوك بتاعي يوني سيلولر مالتي سيلولر يوني سيريات صف واحد مش عاملتو برانشت وفي نهاية الهير بيكون عندي يوني سيلولر ايه هاد بردو خلاص فيبقى ده فرق مهم جدا بين الاثنين الايجيبشن وايوروبيان تقيين لو جاهنا نبص على الموجودة اللي موجودة في النباتات دي كلها احنا قلنا بيكون فيها ولو جاهنا بصنا على تروبين الكالويز هي لازم يكون عندها تروبيننيوكليس اللي هي موجودة هاي وهتلاحظوا دايما ان تروبيننيوكليس دي بيكون فيها هنا وهنا وهنا عشان كده بنقول الموجودة Hartofia الألكول لأنه عبارة عن ألكول عامل ألكول فيه OH وفي نفس الوقت بيكون ماسك بأستر أهي الأو سي أو في أستر جروب هنا أهي مع أسد الأسد دا اسمه تروبيك أسد البنزين بالكاربون بالCH2H وكلام ده طبعا ما تحفظوش الكلام ده ولكن ده أنا يهمني أن انت كده كده عندك التروبين نيوكليس موجودة تتعرف عليه لو شفتها تعرف أن ده تروبين ألكالويد على طول تمام طبعا عندي كم تروبين ألكالويد موجودة ده عندي ثلاثة أساسيين الأولان اسمه الهايوسين أو الاسكوبولامين والهايوسين أو الاسكوبولامين ده ليه قلته في الأول لأنه ده دائما بيكون موجود في يعني في النبات غير الناضج أول ما بيبتدي النبات يكبر وهو صغير لسه بيكون الهايوسين بكميات كبيرة بعد كده لما بيحصل عملية الرايبنينك بيبتدي الهايوسيني L ويبتدي مركب تاني يكون هو المين اسمه الهايوسيمين الهايوس يمين L ليه؟ نتيجة أنه عندي كايرال سنتر هنا الكايرال سنتر بتخلي المركب ده ينفع يكون D وينفع يكون L كايرال سنتر دي تمام؟ في الحالة بتاعتنا النبات بيكون ال L لأيزومر وسبحان الله ال L هو الـ Active Form يعني هو اللي بيشتغل معي جوه جسمنا ويدينا الإفكت اللي احنا عايزينه ال D ما بيشتغلش معنا جوه الجسم خالص تمام؟ طيب المركب الثالث يبقى احنا كده قلنا الهايوسين في الـ Unripe Plant وال L لهايوس يمين هو الميجور في الـ Ripe A Plants المركب الثالث بقى هو الأتروبين والأتروبين ده هو عبارة عن الرسميك مكتشر أوف دهايوس يمين يعني هو بدل ما ال L لهايوس يمين موجود 100% هيكون عندي 50% L 50% D اللي هو الرسميك ايه مكتشر وبالتالي بقى عمدي حاجة اسمها لإيه الأتروبين خلاص؟ وعادة فيه ديبيت كتير على الحكاية دي ولكن كتير جدا بيتقال أو ريسورش كتير بيقول إن الأتروبين ده بيتكون في النبات during عملية الاكستراكشن يعني لما أنا بتدخل أو لما الإنسان يبتدي يتدخل على النبات ده فيبتدي جزء من الهايوس يمين يتحول بدل ما هو 100% L يبقى 50% L و50% A دي وبتالي يبقى عندي الأتروبين موجود وهو ده اللي بيكون ميجور خلاص ما بيقاش عندي الهايوس يمين أي مور بعد عملية الاكستراكشن تمام؟ واضح؟ يبقى ده بالنسبة للايه؟ التركيب بتاع الألكالويدز اللي موجودة ده نبات تعالوا بقى نشوف الاستخدامات الطبية بتاعته أول حاجة عايزين نفهمها عشان نفهم الأكشنز والإنديكيشنز بالنسبة للسولانيشيا سيربس عايزين نفهم حاجة حلقة مهمة جدا حاجة دي بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن المركبات ده كلها بتشتغل كمسكرينيك أجونيست مسوري مسكرينيك أنتاجونيست يعني مسكرينيك أنتاجونيست فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا نتكلم على البلوكوربين قلنا إن المركب البلوكوربين ده بيشتغل كمسكرينيك أجونيست يعني أجونيست؟ يعني أكتيفيتر بيعمل أكتيفاشن للمسكرينيك ريسابتورس ونتيجة الأكتيفاشن بتاعت المسكرينيك ريسابتورس دي بتكون حاجتين الحاجة الأولانية زيادة جدا في السيكريشنز بتاعت الجسم كلها والحاجة التانية بيحصل كونتراكشن في السموس ماصلز بتاعت الجسم اللي هي زي اليوريناري بلادر زي الاسموس مصل بتاعت العين اللي بتتحكم في الاي بيوبل زي حاجات كتيرة زي الانتستن حاجات كتيرة جدا العكس بقى بيكون في المركبات اللي موجودة عندنا هنا في التروبين الكالويز بتاعت السولانيسي المركبات دي بتكون مسكرينيك انتاجونيست يعني تعمل بلوكينج او انهيبشن للمسكرينيك ريسابترس وبالتالي تعمل الافكت العكسي تماما بدل ما تزود السيكريشنز هتقللها بدل ما تعمل حالها للوسムوز مصل هتعمل للاكسيشن للاسموس مصل لانوار عليها سموس مصل ريلاكسينز فب lengths فهمنا الفكرة طيب نتيجة الفكرة دي بيكون في استخدامات لما اقول مثلا ان انا عندي سموس مصل ريلاكسينت افكت طب لو ريلاكسينت افكت ده او ريلاكسيشن ده حصل في الانتستن في السموس مصلز بتاعت الانتستن بيشنت عنده كرامبس جمدة جدا عنده تقلصات جمدة جدا في منطقة الانتستن وضيته حاجة سموس مصر ريلاكس انت بادي هتعمل ايه؟ هتشتغل وتخفف له الاسبازمز الموجودة عنده التقلصات الموجودة عنده يبادي بنسميها انتيسبازموديك تمام؟ المركب اللي بيشتغل قوي في الحكاية دي الهايوسين يبقى الهايوسين او السكوبولامين هو ده اكتر حاجة بتشتغل كانتيسبازموديك في حتة الانستايل الكرامس ويمكن موجود في دوة مشهور قوي في السوق اسمه البسكوبان موجود منه تأمبولات حقا وموجود منه كمان تابلتس تمام كده؟ فده بيشتغل كانتيسبازموديك في حالة الانستايل الكرامس هتقولي طب ليه ما استخدمتش الاتروبين مثلا ما الاتروبين بيدي نفس الافكت الاتروبين مشكلتهم عنده صايد افكتس كتير قوي اكتر من الهايوسين تمام؟ وبالتالي بنفضل اكتر ان احنا نروح للهايوسين لان الصايد افكتس بتاعته بتكون ايه؟ اقل وبنستخدمه سيستاميكا دي في الحالة دي بيتاخد أورالي ويروح البلد ويشتغل على الانتستن ويقلل الكرامس والكلام ده كله طيب النقطة التانية اللي هي فكرة ان انا استخدمه كسموس مصل في العين مشان عندي مصل في العين بتتحكم في الاي بيوبل طب لو عملت لها الريلاكسيشن الاي بيوبل هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه توسع بالشكل ده بنوان عليه مدريازز اللي هي الان الاي بيوبل بيبقى واسع قوي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين طب دي ممكن استخدم الاي فاكت ده في ايه؟ ان انا حط الاتروبين في الاي دروبس في نقطة العين وديها للبيشنت اللي هو داخل يعمل كشف على عينه في العيادة بتاعة الدكتور العيون فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل توسع في الاي بيوبل ده او ديلاتيشن في الاي بيوبل وبالتالي يبدأ بعد كده الدكتور يقدر يكشف بشكل كويس على القاع العين لو عايز يكشف عليا او يكشف على العين عموما خلاص يبقى تحضير لعملية الأيدandaag الحاجة الثانية ان الاتروبين هو كده عكس الايفكت تماما بتاع البلوكربين يبقى لو انه حصل عندي استخدمت جرعة عالية شوية من البلوكربين فمع عندي بلوكربين توكسيستي ممكن ادي الاتروبين كأنتي دوت والعكس لو حصل عندي اتروبين توكسيستي ممكن ادي البلوكربين كأنتي دوت كده وضحة قوي خلاص تمام؟ طيب ايه تاني ممكن استخدامات تانية انا عندي كمان انتي سيكريتوري افكت مش احنا قلنا ان المركبات دي بتقفل المسكريني كريسابتروس فبتقلل السيكريتشنس طيب الافكت ده انا ممكن استخدمه في ايه تعالوا نشوف الافكت ده ممكن ينفع معي جدا في العمليات قبل العملية البيشنت هو بيتجهز العملية ممكن ان احنا نديله اتروبين ليه عشان يعمل الانتي سيكريتوري افكت ده يقلل السيكريتشنس طيب الجسم كله السلايفا الاسوات الملك كل الحاجات وبالتالي ده يحصل ايه ده يحصل منه ايه طبعا خلالها فترة العملية البيشنت الرفلاكس بتاعته كلها بتكون متأثرة ما بتكونش شغالة لانه هو غالبا بيكون انيثيس ده يعني بيكون مخدر وبالتالي مثلا بيكون عنده سلايفا جوابقه الصلايفة دي احنا الطبيعي بتاعنا كرفلاكس ان احنا بنبلعها هو طبعا ما عندوش الرفلاكس ده شغال وبالتالي الصلايفة تبتدي تتجمع جوالبق ممكن تسد ريسبايراتوري ايرويز وتعمله مشاكل في التنفس وبالتالي الافضل حاجة ان قبل العملية اكون مدي حاجة تقل للسيكريشنز بتاعت الجسم عموما عشان ما يحصلش مشاكل خلال فترة الايه العملية يبقى الانتي سيكريتوري اكشن ده مهم قوي خلال العمليات قبل العملية بناديك حاجة اسمها pre-medication او pre-surgical medication يعني قبل العملية كدوى قبل العمليات خلاص كده برضو من ضمن الحاجات انه هو كده كده اصلا بيعمل paralysis للaccomodation reflexes عموما يعني اي reflex الجسم بيعمله طبيعي منوع يرد فعلا منعكس يعني لأي حاجة زي العين مثلا العين لما بتيجي تقرب منها بتقوم قفلة لوحدها ده منوع علي accommodation reflex فالمفروض ان الاتروبين من الحاجات اللي بتعمل paralysis يعني بتشل الرفلاكس دي الفترة معين فبالتالي ده بيكون برضو مهم في فترة العملية لو انت بتعمل عملية دلوقتي في العين مهم قوي ان العين ما تقفلش لما يقرب منها الجسم اللي هيعمل بين عملية الليزر مثلا فبالتالي مهم قوي ان افضل اعمل ايه accommodation او اعمل paralysis للaccomodation reflexes دي ده بنقول عليه cycloplasic action انه هو بيعمل بيشل الايه الaccomodation reflex بتاع العين خلاص واضح طيب فضل استخدام اخير وده هنستخدمه في الهيوسين اكتر الهيوسين بيستخدم كمان كترانس ديرمال patch يعني ممكن اعمل منه بعض اللزقات كده تمام ويكون موجود فيه هيوسين بنسبة 2 ميلي جرام وحطها وراء الودان كده كترانس ديرمال بتقعد 24 ساعة خلال ال24 ساعة دي بيبتدي يحصل ريليز للهيوسين يحصل ريليز الهيوسين across the skin عشو كاملو عليها transdermal خلال الاسكن والهيوسين من الحاجات اللي ليها الساداتف افكت او تأثير مهدئ طب ده بينفع في ايه ده بينفع في حالات الموشن سيكنس طب شمعنا المكان ده لان المكان ده بيكون هو سبب اساسا حدوث المشكلة بتاعت الموشن سيكنس الموشن سيكنس هو مرض بيجي لبعض الناس اللي بيسافروا بيسافروا خلال عملية الصفر بالطيارة او بالمركب الحركة بتاعت المركب او الطيارة دي بتعمل لهم استيميوليشن للمنطقة دي من ال اير انه على ال اير كنالز بتاعت ال اير تمام وبالتالي بتأثر جدا عليهم وتعمل لهم نوزية وتعمل لهم وتخليهم عايزين يرجعوا عندهم اعياء جامد جدا وتعبنين تمام فحنا بنتدي الهيوسين في المكان ده يعمل ويهدي الفكرة او الاحساس بتاع الموشن سيكنس لغاية لما البيشنت يخلص مدة الصفر بتاعته اللي هي لايمكن تزيد عن كام عن 24 ساعة وهي حاطتها لزيقها بس ورودان ومش حاسس بيها ومفيش فيها اي اي مشكلة فدي من الحاجات الحلوة قوية اللي بتستخدم دلوقتي كترانسدورمال باتشز في حالة الموشن اي سيكنس بس هنا بنستخدم الهيوسين ناخد بالنا امتى بنستخدم الهيوسين وامتى بنستخدم الاتروبين الاتروبين بنستخدمه في حالات الايدروبس وفي حالات الانتي سيكريتو ريакشن قبل العمليات الهيوسين بنستخدمه في حالات الموشن سيكنس وبنستخدمه في حالات الانتسيلي كرامبس التو سلايز اللي فضل لنا هنا شباب دول انا ما كنتش اتكلمت عليهم في المحاضرة ولكن انا قلت للشباب برضو في المحاضرة انهما لازم يسمعوهم معاكم من الفيديو ده بحيث ان شاء الله كلكم تبقوا متابعين نفس التو سلايدز والتو سلايدز دول داخلين معنا في الميت تورما عادي جدا تمام؟ أول حاجة عندنا الكنترا انديكيشنز والبريكوشنز يعني ايه موانع الاستعمال؟ ايه موانع الاستعمال بنسبة لمجموعة دي؟ المجموعة دي بتاعت السولانيشيس الكالويز عموما سواء الأتروبين أو الهايوسين أهم حاجة فيها البرجننز واللاكتاتينج ماظرز دول يبعدوا عن استخدامها تماما لان باختصار شديد الحاجات دي بتقلل فمن ضمن السيكريشنز اللي هتقل هي الملك فكده دي مشكلة كبيرة بالذات للستة اللي ايه بتردع تمام؟ وبرضو للبرجننز لان في يعني كلام كتير على انها بتعدي برضو البلاسنتا وممكن تروح للايه للطفل الحاجة التانية اللي هي اللي هم أقل من عشر سنيني بحض لحظوا انها ماشي قوي مع رولوف سفن اللي كنا تكلمنا عليها في اول محاضرة او تاني محاضرة انما الـ التالت المهم قوي انها كمان بتبقى في الـ ودي مهمة جدا البروستاتيتس هو عبارة عن في البروستيت البروستيت انتو عارفين بتبقى جلاند موجودة حوالين اليوريثرا اليوريثرا دي بتكون اخر جزء من ودي المكان اللي بيخرج منه اليورين اللي بيحصل في بعض الـ بيحصل انفلاميشن في البروستيت دي ونتيجة الالتهاب ده بيحصل جامد جدا في الجلاند الجلاند بتاعت البروستيت بتجبر قوي فطبعا ده بيحصل نتيجته ضغط جامد جدا على منطقة اليوريثرا اللي بيخرج منها اليورين فيبتدي المكان اللي بيخرج منه اليورين يديق جدا وممكن يحصل فيه complete blockade يتقفل خالص وبالتالي اليورين يحصل فيه يورين retention ما يعديش طيب ايه بقى علاقة ده بالـ السولانيشيس الكالويز السولانيشيس الكالويز من المركبات اللي بتعمل smooth muscle relaxant effect فمن ضمن الـ smooth muscles اللي موجودة في اليوريني بلادر وبالتالي يبقى كده اليورين اليوريني بلادر ما بيحصلهاش contraction فما بطلعش اليورين منها فهي بتعمل أصلا يوريني ريتانشن يبقى انت كده عندك مواد بتديها بتعمل يوريني ريتانشن والبيشنس نفسهم أصلا عندهم prostatitis بيعمل لهم او احتباس في البول فانت كده بتزود الكيس عندهم او severity بتاعت الكيس بشكل كبير تمام؟ او حدة الكيس نفسه وبالتالي يبقى يفضل جدا ان البيشنس اللي هما suffering from prostatitis ماينفعش أبدا ياخده ولا هيوسين ولا أتروبين طيب الـ precautions بقى نحن ناخد بالنا كويس قوي ان المركبات دي عندها توكسيستي عالية جدا في large doses زي فكرة الديجوكسن كده بس الديجوكسن كانت الاعراض بتاعته نوزيا وفومتينج وأنوريكزيا هنا الاعراض اللي بنتكلم عليها غالبا بتكون hallucinations او هلاوس هلوسة يعني بيشوف حاجات قدامه بيتيقلوا انها حقيقة ولكن هي مش حقيقة خالص عش كده بيقول لك which cannot be distinguished from reality يعني بيقدرش يميزها عن الحقيقة انا درابتلكم هنا مثال بصورة ان ايه ان فيه فيل في المكتب مثلا دي كده تعتبر hallucinations تمام هو بيشوفها كأنها وقدامه كأنها حقيقة نتيجة ان حصل hallucinations او حصل تأثير على الـ brain نتيجة الدوز العالية اللي اخدها من اللي ايه من السولانيشيس الكالويدز طبعا لو حصل معنا حاجة زي كده لازم على طول ندي البيلوكاربين كأنتي دوت لان البيلوكاربين هو الانتي دوت بتاع اللي ايه السولانيشيس الكالويدز عموما اللي هي منها الأتروبين طبعا في نقطة مهمة جدا برضو هنا تاخدنا ليها ان كده سبب الحكاية دي خلت ان احنا ما بيناش منستخدم خالص في السوق الاسترامونيوم او البلدونة او الهايوسايمس كليفز او كنبتات كهربز انما ممكن نستخدم الالكالويدز اللي احنا بنفصلها منها اللي هي زي الاتروبين وزي الهايوسين وزي الكلام ده تمام وطبعا فيه كتير منها دلوقتي قدرنا نعمله سنتيسيس كمان خلاص واضح انما النبتات نفسها ما بنستخدمهاش نتيجة الليابلتي وحدوث بالنسبة للبيش الحاجة الاخيرة اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة هي بالنسبة لمجوعة السولانيشيس الكالويدز وهو تاست مهم او اسمه فيتالي مورين تاست انا كفاية عندي او يتعرف اسم التاست وبيشتغل مع مين بيدي باستف مع السولانيشيس الكالويدز والباستف ريزالت بتاعت اللي هي دي فيلت اي بس انا حاولوكم التاست بيتعامل ازاي برضو احنا بنغلي باودر بتاعت النبات او بتاعت الالكالويد وتفرد حاجة اللي عندي بغليها مع اسد طبعا الاسد بيتفاعل مع الالكالويد ودي سولت لمدة دقتين افلتر واخد الفلترت الفلترت اللي طالع بيكون يبقى كده عملت استخلاص للالكالويدز من النبات بتاعي اخد بعد كده احط عليه بقى الكلور ري اكشن بتاعي اللي هو الكونك نايتريك اسد بيتفاعل مع التروبين الالكالويدز ودي نايتريت كمباوند او نايترو كمباوند النايترو درفتف ده بيكون لونه يلو بعد كده بعمل افابوريشا لتودراينيس وبعدين احط تودرابس من الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسايد يبتدي يحول اللي اللون على طول لديب فيلت كالر ويبقى دي البوستف ريزالت بالنسبة للسولانيشيس ايه الكالويدز كده احنا الحمد لله خلصنا المحاضرة بتاعتنا على خير يارب ما كنتش طولت عليكم ان شاء الله محاضرة بسيطة جدا مفاش حاجة دي طبعا كلها دخلة معنا في الميتر مزي ما قطل لكم معادة جزء بتاع الايه الجينكو مهم قوي شباب ان شاء الله هيكون عندنا يوم السبت الساعة 9 بليل زي ما قطل لكم مع بعض ان شاء الله كلنا انتو والمجموعة بتاعتم اللي بتحضر معايا في المدرج عشان نشوف شوية اسئلة على الامتحان او نتمرن يعني مش اسئلة حديجي في الامتحان ولكنها يعني ايه التمرين نتمرن على كل نوع من النوعيات اللي حديجي وفي نفس الوقت اقول لكم على الحاجات اللي تركزوا عليها في المذاكرة قوي وانتو بتذكروا والحاجات اللي ممكن تعدوها شوية في الميتر ونبتدي نركز عليها بعد كده في الفاينل ان شاء الله شكرا لكم يا شباب وارب ان شاء الله ايه تكونوا استفدتم من المحاضرة دي واشوفكم على خير